أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جلناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية منهم باتريك زاكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية من جانبه ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس السيسي باستخدام سلطته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية معربا عن شكره وتقديره إلى الرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني التقى الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بواشنطن وبحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبول الارتقاء بالعلاقات بين جماعة الدول العربية والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة وقدم أبو الغيت دعوة للوزير الأمريكي لزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ومخاطبة مجلسها كما افتتح أبو الغيت وبلينكين أعمل الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأمريكية حيث عقدت مباحثات موسعة بين وفد الأمانة العامة ومسؤول وزارة الخارجية الأمريكية حول عدد من القضايا المختلفة أعلنت القوات المسلحة السودانية مواصلة أعمال التمشيط لتمركزات قوات الدعم السريع بمنطقة العاصمة الخرطوم وفي بيان لها أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنه تم القضاء على عدد من قوات الدعم السريع فضلا عن تدمير أربع عربات قتلية واتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع باستهداف المواطنين مما أدى إلى مقتل أربعة عشر شخصا وإصابة خمسة عشر من المدنيين هذا وتواصل قوات الجوية السودانية توجيه الضربات الجوية على مواقع تمركز الدعم السريع بمختلف المناطق مع السمرار الرصدي والمتابعة أدنت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات حادثة حرق صفارة مملكة السويد لدى بغداد وفي بيان لها أضافة الخارجية العراقية أن الحكومة أمرت الجهات الأمنية بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة مرتكبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهد شاب وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كثيرة أو كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من عدة محاور وذلك لتأمين اقتحم المستوطنين لمقام يوسف أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمت الاستجابة الكاملة لمطالبها وخلال اجتماع حكومي قال بوتين أن موسكو تدرس إمكانيات العودة إلى الاتفاق ولكن بشرط أن تأخذ كل مطالب مشاركة روسيا في هذا الاتفاق بعين الاعتبار وتنفذ بالكامل دون استثناء ترجمة نانسي قنقر